لتخص ضحاء الارهاب لو تخص المحالين تخص الاغلب حتى المتقاعد العام الاغلبية خلنحشي بالمتقاعدين بالنسبة للمتقاعدين بالبداية كانت الفرق جواله على الوزارات الان بتوجيه سيد رئيس الهيئة التقاعد الوطنية لغرض تنفيذ حزمة الاصلاحات اللي اطلقها دولة رئيس الوزراء تكثيف الفرق وزيادة عددها وزيادة كوادرها لغرض السرعة في انجاز الرواتب التقاعدية ومنح الهويات التقاعدية والمسترات يوم خروج الموظف من دارته لكن هناك التأخير اللي داي يصير الحالات اللي ذكرناها يعني هو التأخير معام اكو حالات تصير اجزم لك ان اليوم الموظف اذا كان في دائرة وحدة بداية ونهاية امر تعينه وامر مباشرته وامر انفكاكه في نفس الوزارة في يوم واحد يستلم الحقوق التقاعدية وراتب التقاعد يعني المشكلة انه كان اكثر من دائرة كأن تكون عنده يحب هو المتقاعد مخير يحب يضيف خدمة عسكرية اكيد راح نطلب الاوليات قائد يكون بالجيش السابق لازم نطلب خط الخدمة نعم كأن يكون عنده خدمة عمالية يحب يضيفه نعم او خدمة صحفية او خدمة هندسية او خدمة محامات هاي كلها هو المتقاعد الا الاختيار في الاضافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة